أسد بن علال إلى الخبرة الطبية في خضم هذا النقاش والخبرة الطبية من المستجدات الهامة التي أتى بها المشرع المغربي بالتالي جعلها وسيلة من الوسائل التي تمكن القاضي من تكوين قناعة محددة فيما يخص منح الإيد بزواج القاصر من عدمه إلى أي حد ربما نجحت هذه الخبرة الطبية في تقليص زواج القاصرات أو القاصرين بالفعل سيدة خاتجة الخبرة الطبية هي واحدة ركيزة أساسية ومستجد ومستجد يتم اعتماد عليه ويتم انفتاح مدونة أسرة على المواد القانون المدني وعلى الخبرة المجرى طبقاً للقواعد الاستيقاءة لها من القانون المدني ومن قواعد العمل القانون المدني هنا من خلال من خلال إجراء الخبرة عندها مجموعة دي نقدر نقوله أن الخبرة هنا عندها مجموعة دي الفوائد الأساسية أو دي المفتكزات الأساسية اللي تتخلي هنا زواج القاصر أنه يتنبه على الشكل أكثر ضبطاً اعتبر أن القاضي هنا لا يمكن تصور وجود قاضي أسرة المكلة بزواج له خبرة فنية أو طبية دي مرحلة أولى يعني هنا القاضي يقوم بالأمر بإجراء خبرة طبية على القاصر هنا لدى طبيب محلف من طرف المحكمة أو لدى طبيب غير محلف يقوم بأداء اليمين قانوني أو من قاضي في حالة التي في بعض المناطق مثلاً التي يمكن أن تكون عبارة عن مركز خوضات مقيمين فيها أطباء أربما غير محلفين غير محلفين أو غير مدرجين بجدول الخبراء المحلفين يقوم هنا الطبيب بأداء اليمين قبل إجراء الخبرة يركزنا الطبيب بالأساسي على مدى القدرة الجسمانية هنا والفيزيولوجية للقاصر على تحمل الزواج نعم على تحمل الزواج الحالة هذه يقوم هنا بوحل فحص كلينيكي ويختمه هنا بوحد الإفادة المتعلقة بكون هذا القاصر هل له من القدرة الجسمانية والفيزيولوجية ما يؤهله للزواج أم أن القدرة الجسمانية دي لا تسمح بالزواج بناء على الإفادة دي الخبير ونجحة هذه الخبرة الطبية نجحة في تقليص وعدم ساهمت بشكل أساسي في عقلنا زواج القاصر ساهمت بشكل أساسي في ضبطنا زواج القاصر وفي تأسيسه بشكل علمي اشتركوا في القناة